تصديف البحرين اليوم الجمعة وحتى العاشر من الشهر الجاري نسخة الثالثة عشر من منتدى حوار المنام الاستراتيجية الذي بات واحدا من أهم الفعاليات السياسية والفكرية السنوية التي نجحت المملكة في تنظيمها وتمكنت عبرها من استقطاب نخب العالم النفذة والتعرف على رؤاهم وأفكارهم بشأن التحديات الأمنية التي يمكن أن تواجهها دول المنطقة وكيف يمكن التعامل معها والتغلب عليها ونظرا للنجاح الذي حققته دورات المنتدى السابقة في أكثر من عقد كامل لأسيما على سعيدية تعزيز ثقة بأجمع البحرين الأمنة وتنظيم فعالية بهذا الحجم الكبير الذي يشهد حضورا متميزا فإن منتدى هذا العام يسعى لوصل مسيرته الناجحة في منقشة أبرز أزمات العالم المعاصرة وليضع خبرة كبار الدبلماسيين والسياسيين والاقتصاديين القادمين من شتى نحاء العالم في مواجهة هذه الأزمات والتحديات هذا ويستعرض الضيوف الذين يمثلون أكثر من عشرين دولة في جلسات المنتدى كيف يمكن بناء تناسق أمنيا مستقر للبنطقة وطبيعة السياسات ومستوى الشركات الأمنية وشكل الاستجابات التي يمكن أن ترد بها دول الشرق الأوسط على مسألات تطرف ودور الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في ضمان أمن واستقرار دول الإقليم ككل ومن بين أبرز المشكلات التي يسلط المنتدى ضوء عليها الحرب في كل من اليمن وسوريا والوضع في العراق والأسس الواجب توفرها لتسوية الصراع هناك خاصة في ظل التطورة السريعة الجارية فضلا عن قضايا داخلية أخرى تؤثر على أمن دول التعاون وتلقي بظلالها السلبية على استقرار الإقليم ككل وذلك من قبل التعاون الدفاعي في منطقة الخليج وسبل تنميته وحتمية الإصلاحة الاقتصادية 13 عاما وما تخلى لها من أحداث لإخفاقات سياسية أو اقتصادية محلية وإقليمية كانت أو دولية لا يزال التاريخ يحبس أنفاسه عند الإتيان على ذكرها أو تذكرها حمل منتدى حوار المنامة مهمة الوقوف على معظمها عبر تدارسه لحجم تأثيرها السلبي على أمن وهدوء المنطقة ككل حيث حرص منذ العام 2004 ولغاية ما تابعه من نسخ سنوية متتالية على الاستعانة بقافلة أسماء لشخصيات محلية وعربية وعالمية لها ثقلها الوظيفي وفكرها المستنير في قراءة ما بين سطور الأزمات بأسلوب شمولي يستقرئ الحاصلة ويحلل دوافع نشوء الأسوأ على حين غره منتدى حوار المنامة استطاع أن يكون بمثابة قمة غير رسمية تتريث بالوقوف عند كل جزئية أدت إلى ما لا يحمد عقباه من مصائب أنهكت جسد الأمة وشتتت عافيتها ليسارع وقتها لاستجماع الأفكار المؤدية وطرحها على مستديرة الحلول بقالب يوائم التحديات الآنية والمستقبلية لأمن المنطقة بما في ذلك جلب الوسائل الكفيلة لإبعادها عن شبح صباق التسلح المستشري بجميع أنواعه فضلا عن ولادة جماعات إرهابية يجهل مجيئها ولا يفهم من أجل من تقاتل وما القضية التي تدافع عنها منتدى حوار المنامة ومنذ نشأته اعتمد خاصية التحاور وجها لوجه لتبديد سوء الفهم من قبل أي طرف حتى لا يزداد التوتر في المنطقة وهو من جمع تحت قبته متنوع الدول المؤثرة على الساحة الإقليمية والدولية وعلى أمن الخليج خاصة وهو من كان ولا يزال مستمسكا بعروة كيفية تطوير ذلك الدور للوصول إلى الشراكة القائمة على التفاهم والاحترام لإحلال عملية الاستقرار التام في الشرق الأوسط برمته وتحسس أجواء السلام فيه ولطالما غرورقت عين السلام بدمع جاف لتعاين ومن بعد المسافة أي حل من المفترض أن يكفل حرية العيش ليضمن حرية المعتقدات المعتقدات التي باتت أداة حادة بيد من ساوى مباطلهم لقهر حق الآخر الذي ضاع بين حطام أفكار متطرفة تعيش دور الضحية وسجلها يكاد لا يخلو من جرائم سطرتها أحرف خطت بالدماء والطهاد الأبرياء الذين بالكاد يسمع صوت مناجاتهم عين على الواقع المضطرب ترمق خطورة الوضع الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم وملفات تفرض حضورها لشدة سخونتها وعميق محيطها الذي تتلاطم به أمواج التخبط الهائجة والتي باتت لا تعترف بحلول الفكر السياسي إلا بعد فوات الأوان ورغم قساوة عقلية لا منطق إلا أنها لا بد أن تقابل برفض ما تتبناه وتحمله من متناقضات لا يعرف ظاهرها من باطنها ولا أولها من آخرها عن طريق منصات منتديات يجلب المؤتمرون فيها من ساسة واقتصاديين بقاة من خطوات عملية تضمن في حال ترجمتها حرفيا أن يستدل طريق التسويات العادلة لمجمل قضايا المنطقة العالقة ممن زاد نطاقها وتوسع سواد دخانها وأرجفت الأرض تحت محيط حدوثها مخلفة صورة قاتمة من القتل والتدمير والتهجير لنفوس بشرية أرهقتها آلة الحرب التي لا ترحم لتلفزيون البحرين محمد رشيدات